بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين إذن رأى يوسف الرؤية وحدث بها والده ووالده عبرها وذكرها له ثم أكد عليه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا ثم بدأ الله عز وجل يشوقنا إلى قصة يوسف التي سأذكر لكم تفاصيل ما حدث الآن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آيات عبر عظات لمن يسأل ويريد أن يعتبر ويتعظ والقصة دائما تقرأ من أجل المغذى فيها المغذى فيها مثلا تعظيم قيمة من القيم الوفاء الإخلاص تقرأ من أجل الانتباه من المكر من الحسد من الحقد إلى آخره لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ليست آية واحدة والآية بمعنى العلامة في اللغة العربية آيات للسائلين إذ قالوا إخوة يوسف قالوا فيما بينهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين هذا المقطع يصور الله لنا ما حدث أن إخوة يوسف اجتمعوا من أجل أن يتدارثوا لماذا الأب يحب يوسف أكثر منا ونحن أقوى وأشد قوة وأكثر عددا سبحان الله ليس بالضرورة طبعا نحن نقول ليس بالضرورة أن يخضع القلب لأحكام العقل بل المشاهد أن يخضع العقل لأحكام القلب يعني مثال بسيط جدا الإنسان الذي يدخن وهو يعلم أن هذا الدخان يضره بالصحة ولكنه يحب التدخين ولا يستطيع أن يتخلى عنه فغالبا ما يحكم القلب على العقل فيدخن وإن كان العقل غير موافق إخوة يوسف هنا يريدون أن يخضع القلب للعقل ففلسف الأمور فلسفة منطقية نحن أقوى وأكثر شبابا وحيوية وعنفوانا وأكثر عددا نحن عشرة إذا استثنوا يوسف أخو عشرة ومع ذلك أبونا يحب هذا الصغير ويفضله علينا وهذا أيضا من وساوس الشيطان لأنه بدل أن يعود على أنفسهم باللوم إن أبانا فضل يوسف لما هو عليه من جميل الخلق وحسن الفعل وكثير البر بأبيه فيلوم أنفسهم كن بارا بأبيك كيوسف يحبك كيوسف كن لطيفا كن طائعا يحبك كيوسف هم ما أرادوا أن يعترفوا بخطائهم بل أرادوا أن يحملوا هذا الخطأ للأب وهذا كثيرا في الأبناء معظم الأبناء وخاصة اليوم للأسف يعتقد أنه يفهم أكثر من الأب أبو يدقى قديمة ما عايز زماننا ده أنا يريد من الأب أن يكون تابعا له وهذا يؤدي إلى الخراب الأصل في عمارة الدنيا أن يمشي الصغير خلف الكبير والجاهل خلف العالم والأحمق خلف العاقل والأهوج خلف الحكيم فإذا انعكست الآية وأصبح الكبير يسير خلف الصغير والعالم يسير وراء الجاهل والحكيم العاقل يسير وراء الأحمق خربت الدنيا لذلك قال الله عز وجل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها يعني بدل أن البنت تطيع الأم أصبحت الأم تطيع البنت وانعكست كثير من المفاهيم كما قال صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان يؤتمن الخائن ويخوان الأمين انعكست المفاهيم فإذا انعكست المفاهيم وانعكست القيام فالموضوع لا بد أنه سيؤدي إلى الخراب فهنا إخوة يوسف اجتمعوا بدل أن يلوموا أنفسهم والله نحن مقصرين بحق الأب والأم لابد أن نكون أكثر طاعة أكثر برّا أكثر خدمة لهم حتى يرضوا عنا فيحبوننا لأن الأب لا يمكن أن يميز بين أبنائه إلا بما يقدم الأبناء له طبعا هذا إذا كان الأب سوي وعاقل وسليم وسيدنا يعقوب نبي يعني سوي وعاقل وسليم هو لم يفضل يوسف إلا بما اجتمل عليه يوسف من كريم الأخلاق فبدل أن يلوموا أنفسهم لاموا من أباهم فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أكثر عددا وأكثر قوة طلعب نتيجة إن شو إن أبانا لفي ضلال مبين يا رجل عم يقول عن نبي كريم أنه في شو في ضلال مبين الضلال أنت تريد أن تخرج مثلا من الخرطوم إلى دنقلا يجب أن تتجه شمالا صح شمال جغرافي فإذا اتجهت شرقا أنت ضال ضللت عن الطريق فإذا اتجهت جنوبا أنت في ضلال مبين لك يا أخي اتجاهك الصحيح شمال مشيت غرب أو شرق أنت في ضلال إذا مشيت جنوب أنت في ضلال ومبين فشو طلع معهم أبوهم إن أبانا لفي ضلال مبين هو نبي كريم وطلع بنظر أبناء شو في ضلال مبين هذا الاجتماع أحيانا كثرة الآراء إذا الموجودين بدأوا بسبب أو بمقدمة غطاء ستنتهي بخطأ فالعبرة ليست بالكثرة هني عشر ذلم وتداول الرأي طلعت النتيجة إن أبانا لفي ضلال مبين وهو نبي كريم طيب شو بنا نعمل طالما أبونا في ضلال مبين أقتلوا يوسف لك شو ذنب يوسف إذن اجتمعوا وليس كل اجتماع يؤدي إلى خير هاي ديمقراطية صح؟ اجتمعوا تداولوا بشو طلعت معهم أول رأي إن أبانا لفي ضلالين مبين ثاني رأي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم يعني نحن لا نريد أن نحسن من أعمالنا وأخلاقنا لكن نريد أن نتخلص من هذا المحسن حتى نبقى نحن فقط المحسنون أمام أبينا فيحبنا هل هذا طريق المحبة؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم بمعنى لا يعود أباكم يرى أحدا إلا أنتم فيحبكم على طريقة القاعدة اللي معروفة عنا بعيد عن العين بعيد عن القلب بعيد عن العين بيسلاك القلب بينساك بيصير بيشوف بيحب اللي اللي أمام هيك إنا يعتقدون يخلوا لكم وجه أبيكم يعني يخلوا لكم ما يقابله وجه أبيكم لا يقابل إلا نحن وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني نحن بس هنعمل هالقضية هالجريمة نقتل يوسف وبعد منا هنصير صالحين لأن نحن مشكلتنا تفضيل أبونا ليوسف إذا راح يوسف ونرجع نحن شوف الشيطان شلون بيتدرج فيك لذلك قال الله عز وجل قال ولا تتبع خطوات الشيطان الشيطان لا يرضى منك بخطوة واحدة يزين لك الخطوة الأولى وأن ما في ضرر وأنها تؤدي إلى الإصلاح وأن الدين حس على الإصلاح وأن وأن فإذا ما وقعت في الخطوة الأولى لابد أن تسترها بكذبة كبيرة فإذا وقعت في الكذبة الكبيرة لابد أن تغطيها بسوءة أكبر منها فتتال الأمور تجد نفسك في جهنم أول خطوة كانت مبررة لهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم واجهوا أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين طبعا هن طرحوا خيارين إما القتل أو اطرحوه أرضا يعني ألقوه في مكان لا يستطيع أن يعود إلى البيت يموت يأخذه أحد المهم النتيجة أن نتخلص أن نتخلص منه قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم لا يعود هناك يوسف يشغل أباكم بمحبته عنكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم وهنا تدخل أكثر واحد منهم لطيف أكثر واحد منهم عاقل أكثر واحد منهم ألبه رحيم شوف الرحيم فيهم إذا الرحيم فيهم هيك معنات لقلبه آس كيف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف عارض القتل وألقوه في غيابة الجب الجب هو البئر العميق أخي نأخذه نحن نضعه في البئر فلا يستطيع أن يتسلق وحده ونأخذه إلى بئر بعيد لا يستطيع أن يعرف الطريق فيرجع وحده يلتقطه بعض السيارة هذا البئر يكون على طريق القوافل التي تذهب إلى مصر فإذا ما وجدوه أخذوه معهم بعيدا وأراحون منهم لكن لا تقتلوه خطي إن كنتم فاعلين إخوة يتداولون ماذا يفعلون بأخيهم فيكون الرأي إما القتل أو النفي اطرحوه أرضا بمكان بعيد ثم اختاروا ألطف الخيارات أن يلقوه في بئر بعيدة على طريق المسافرين فيأخذونه بعيدا يعني هذا الخيار هو ألطف خيار على الأقل يضمن أن يوسف سيعيش في كنف قوم آخرين المهم ابتعد عنهم لكن الخيار الأول والثاني غالبا قتل القتل متأكد من هلاكه اطرحوه أرضا غالبا سيموت إذا تركته في الصحراء البعيدة لا طعام ولا شرب سيموت فجاء الخيار لا 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 دعوه يعيش لكن بعيدا عنه هؤلاء إخوة يختارون أو يقررون مصير أخي لهم القتل الطرح في الصحراء الإلقاء في الجبل التخلص منه يعني النفي أرحم خيار النفي الله أكبر طبعا إذا جئنا لنوسع الأمور قريلا هؤلاء الإخوة هم أصل بني إسرائيل أصلا إسرائيل هو لقب سيدنا يعقوب بني إسرائيل الذين تفرعوا من نسله يعقوب يعقوب كان له 12 ولد هدول العشرة مع يوسف بن يامين فإذا أجداد بني إسرائيل بهالعقلية هيجوا الولاد شلون فبيقول لك والله بني إسرائيل ولا دعمنا صحيح ولا دعمنا لكن تشوف على ماذا جبلوا إذا كان آباء عم يقرروا مصير أخو بين قتل لذلك لا تستغرب ما يحدث لهم في فلسطين يقتلون الشباب والأطفال بدم بارد إن كان بأخيهم فعلوا هكذا الآباء والأجداد فما ظنك بالأحفاد كيف سيفعلون بنا وهم يعتقدون أننا أعداؤهم قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب جب يكون عميق بحيث لا يستطيع أن ينجو بنفسه وبعيد حتى إذا نجى لا يستطيع أن يعود وغالبا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين إذن انتهى الاجتماع على أن يلقوا يوسف وين في الجب الآن كيف سيستطيعون أن يوصل يوسف إلى الجب والأب يحبه وحريصا عليه ولا يستغني عنه ولا يسمح له بالابتعاد إذن لابد من خطة ماكرة فبدأ التخطيط قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف لك مو نحن أخوته مو كلياتنا أبناءك والله نحن من حبه ليوسف والله من رجله الخير كيف سيأخذوه من يعقوب لابد أن يطمئنوه يعطوه الأمان والكلام المعسول وووووو قالوا يا أبانا لما بدأوا يتحببوا لأله يا أبانا لما قرروا بالاجتماع إن أبانا لفي ضلالين مبين هلأ يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف وإنا له لناصحون وإنا تأكيد ولناصحون لا من القسم والله نحبه ونحرص على ما ينفعه ونفديه بأرواحنا أن لا يأتيه شيء يضره أو يؤذيه عشر أخوة الشداء عشر عشر مش واحد أو اثنين عم يطمنوا أبوهن أنه عطينا أخونا الصغير نأخده رحلة يتفسح معنا يتنزه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب نحن سنخرج بالأغنام وبالإبل لنرعاها أخرجه معنا ونعمل نزهة وإنا له لحافظون وإنا تأكيد وله تخصيص يعني تحديدا سنهتم به لحافظون لا من القسم أقسموا على حفظه فجاء الرد من الأب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أنا لا أطيق الابتعاد عنه وأراد أن يتعلل يعقوب بعلة أخرى تنسيهم هذا الطلاب فدلهم على ما كانوا يبحثون عنه وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون أنا أول شيء لا أستطيع الابتعاد عنه كثيرا ثانيا أنتم ستذهبون إلى الرعي يوسف عمره بعيد عن أعماركم أنتم ستلتهون بالألعاب التي تناسب الكبار ربما تغفلوا عن يوسف فيغافلكم الزئب ويأكله وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون بلعبكم بتسابقكم مع بعضكم بتراميكم في الرماية في السباق إلى آخره فكان جوابهم قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون عشر شباب أشداء أقوياء والذئب يغافلنا فيأخذ أخانا منا من بين أيدينا مستحيل إن إذن لا خاسرون هذا لن يحصل ربنا هنا ما قال لنا جواب يعقوب لكنه مفهوم من السياق أحيانا القصة أنت تترك بعض التفاصيل اعتمادا على فطنة القارئ لذلك قال الله تعالى فلما ذهبوا به يعني وافق يعقوب وسمح لهم بأخذ يوسف هذا ما دير شرح كبير فلما ذهبوا به ويوسف يظن أن أخوته قد تغيروا وأن قلوبهم قد لانت وأنهم أصبحوا يحبونه ويحبون أخاه بن يامين وأنهم يريدون له الخير أخذوا يتفسح أخذوا يتنزه معاهم يا سلام وهم يريدون به الشر فلما ذهبوا به وأجمعوا خلاص قرروا قرار نهائي أن يجعلوه في غيابة الجب في الأعماق وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أوحينا هذه الكلمة مشتقة من الوحي أوحى يوحي وحيا والوحي هو الإعلام الخفي السريع الذي لا يعلم به إلا الموحي والموحى إليه يعني مثلا نحن قاعدين أربع خمسة كده أنا بإشارة خفية أوحيت إلى عبد الحليم أن يفعل شيء أنتم لم تنتبهوا هذه معنات أوحينا إعلام خفي وسريع بحيث لا يعلم به إلا الموحي والموحى إليه هذا الوحي ربما يكون مباشر وربما يكون عن طريق جبريل عليه السلام الله عز وجل ذكر أنه أوحى إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا يعني بعثهم سيدنا جبريل لا هذا إعلام خفي سريع الله قال عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يعني أم موسى نبيه لا بإجماع أهل السنة والجماعة أن النبي لابد أن يكون ذكرا فإذن تم هنا كلمة الوحي إلى دابة صغيرة إلى النحل وهنا إلى يوسف وهو لم يكن نبي يعني أعلمه الله ليطمئنه لا تخاف لأنه يا أخي واحد عمره 12 سنة سيلقى في بئر بعيدة وعميقة جدا ربما يقتله الرعب هذه البئر العميقة ربما فيها أفاعي ربما فيها عقارب في ظلمة الليل وهو وحده فطمأنه الله حتى لا يقضي عليه الرعب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هذه كلمة لتنبئنهم بأمرهم هذا اجتملت على كم معنى أي ستنجو من هذه المكيدة وستعود فتلتقي بهم وأنت فوقهم مقاما وستحاسبهم على ما فعلوا يا الله بكلمتين وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هن يفكروا أنهم انتهوا منك وخلاص أقفلوا الملف ضد مجهول تخلصنا من يوسف لكن هم يريدون هكذا أما نحن فنريد لتنبئنهم بأمرهم هذا هذه الكلمة لتنبئنهم بأمرهم هذا يعني ستنجو من ما أنت فيه ويعظم قدرك وتعود لتجتمع بهم وهم دونك في القدر وأنت فوقهم والتحاسبهم على ما فعلوا أي طمأنينة تريد أكثر من ذلك لذلك سيدنا نوسف بعد ذلك استسلم للأقدار جب جب يباع في مصر يباع في مصر خلاص الله طمأنه إلى السجن إلى السجن لأن الله طمأنه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين الفاتح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة